سماعات الـ IEM في الفئة الاقتصادية وصلت المستويات مخيفة من قوة العداء إلا أقدر أقول أن السماعات الاقتصادية في الوقت الحالي لو كانت موجودة قبل خمس سنوات كنا نشتريها بـ 400 أو 500 دولار تابعوا معناها المراجعة وتعرفوا على نجم جديد في الفئة الاقتصادية وهي Truth Air Gate السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخواني وخواتي المشاهدين في قناة عالم السماعات قبل أن أبتدي المراجعة أحب وجه رسالة شكر وتقدير الموقع شانزين أوديو على إرسال حين المراجعة Thank you شانزين أوديو for your support مع العلم أن المراجعة تعبر عن رأيي الشخصي بدون أي تدخل سواء من طرف الشركة أو المتجر أو أي طرف آخر بسم الله نبتدي معكم استعراض العلبة ومحتوياتها هذا شكل العلبة من الأمام وهذا شكلها من الخلف وهذه طريقة تقديم الشركة لها وهذه محتويات العلبة بالكامل لدينا كابل ببلغ 3.5 وكل نكترات توبين وكيس من الجلد لتخزين السماعة وعدد كبير من الإيرتيبس بنوعين مختلفة هذا يجي فتحة واسعة وفتحة ضيقة وهذه السماعة نفسها سماعة خفيفة جدا جدا مصنوعة من البلاستيك ضهر الظهر شفاف حيث أنه يوضح لك الدرايفر الداخلها مثل ما تشوفون وبالكامل مصنوعة من البلاستيك بجودة لا بأس فيها سعر السماعة 20 دولار وقت تسجيل المراجعة باقي ما نزلت السماعة للسوق بتنزل بتاريخ 15-6-2024 طيب ننتقل للمواصفات السماعة تجي بسنجل داينامك درايفر بحجم 10 ميلي استجابتها للترددات من 10 إلى 45 ألف هيرتز المقاومة 28 أموم الحساسية 122 دي بي البلاك 3.5 كونكتر توبن مصدر التشغيل اللي استخدمتها معها اللي هو الجهاز الـ XDU XD05 Pro بثلاث شرائح الداخ المتوفرة عندي ES99S Pro AK499EX ROM BD3331 EKV وبالنسبة للشرائح الأوب أمب اللي استخدمتها مع جهاز أمب من شركة برسن أوديو موديلة فانك شرائح الأوب أمب شريحتين من سباركوس لابس SS2590 Pro SS3602 وشريحة ستيكاتو OSH DHB وشريحة من برسن أوديو اللي هي V6 Vivid ننتقل للخصاص التقنية والتقييم مبني على الآداء مقارنة بالسعر ومثل ما تعرفون في تقييماتي إذا عطيت عشرة من عشرة معناها تستمع تستحق سعرها عشرة بلس أو 11 تستحق أعلى من سعرها أقل من العشرة تستحق أقل من سعرها اخترت لها مصدر تشغيل DAC AKM مع أمب والأمب جهاز برسن أوديو فانك واستخدمت شريحة سباركوس لابس 3602 على جهاز الداك اللي هو الاكس ديو وشريحة سباركوس لاب 2950 برو على جهاز الآم والتيبس اللي استخدمتها اللي هي الوايد اللي جايها مع السماعة لو سألتوني ليش حددت المصادر لأن الجهاز اللي عندي ينقل تأثير أي شيء أوصله عليه إلى السماعة فطبيعي أنه رح يتغير آداءها من مصدر لمصدر ولو تبحث عن مصدر يكون سعره معقول نوعا ما أنا جربته اللي هو عندك الايباسو دي سي زيرو فور برو وكان آداء السماعة معه جدا ممتاز أولا عندنا ساوند ستيج مع أغلب المصادر حجمه أو اتساعه ممتاز جدا أما ارتفاعه بنقل متوسط والعمق رائع على هالفئة السعرية 10 بلس اللايرينج بيعتمد بشكل كبير على المصدر اللي أنت موصلها عليه بعض المصادر بيكون آداءه معقول مقارنها بالسعر ومع البعض الآخر بيكون مميز مثل المصادر اللي أنا استخدمتها 10 من 10 اللايرينج دقيق بشكل ملحوظ لها كان يتأثر بجودة الملف الصوتي اللي أنت جالس تسمعه وجودة توزيع الأصوات بداخله أنا كل الملفات اللي عندي كلها هاي ريز فكان آداءه معي ممتاز 10 من 10 سيبريشن يعتمد بشكل رئيسي على المصدر اللي أنت موصلها عليه بعض المصادر بيكون فيه نوع من الضعف والبعض الآخر بيكون ممتاز طبعا السيبريشن أنتوا عارفين أنه الفصل بين الأصوات وعدم تداخلها على بعضها 10 من 10 الريزولوشن ممتاز مقارنة بالسعر بس لا تتوقع الشي الكثير يعني 10 من 10 كلاريتي أيضا ممتاز ولا عليه أي ملاحظات 10 من 10 وضوح التفاصيل دائما أكرر أبراز التفاصيل كل السماعات تقدر عليه لكن أبرازها بطريقة مريحة لإذن ما هو الكل اللي بيقدر عليها السماعة هذه بتعطيك توازن ممتاز جدا بطريقة أبرازها للتفاصيل 10 من 10 وضوح التفاصيل الصغيرة ممتازة على غالب الترددات لكن بعد تردد 16 ألف تقريبا تريبل يصير له نوع من الرولوف يعني التفاصيل اللي بعدها التردد ما رح تسمعها 9 من 10 توزيع الصوت داخل الساوند ستيج اللي هو إحساس 3D أشوفها تقدم هذا مناسب جدا لسعرها ولا تتوقع الكثير منها 10 من 10 ننتقل تقييم الصوت توقيع الصوت للسماعة خلنا نقول هارمونيش يعني قريب من الهارمن أقرب للهارمن منه للمحايد والتونينج بنقول بلانست نوعا ما ما فيها جزاء متقدمة عن الثانية بشكل كبير والسماعة متوازنة بين الآداء الموسيقي والتقني يعني لو بحط نسب بقول الموسيقي 50% والتقني 50% أولا عندنا البيس السب بيس كميتها مثالية على التوقيع الصوتي وعلى ذوقي بعد تهوية ممتازة جدا ووضوح طبقاتها رائع إلا من أفضل السماعات الاقتصادية بالنسبة لتقطيتها على الترددات اللي أعلى منه على المصدر اللي اخترته لا ما فيه أي تغطية لكن على بعض المصادر الثانية كان فيه نوع من التسريب للبيس على الترددات اللي أعلى منه امتداده للترددات المنخفضة استثنائي الميد بيس كميتها أيضا مثالية واحتفاصيله ممتاز سرعته طبيعية ما يغطي على الترددات الأعلى والأقل منه كنترول فيه ممتاز الفصل بينه وبين السب بيس جيد جدا تركيز السماعة مثل ما هو واضح في القراءة اللي طال عالكم على السب بيس أكثر من الميد بيس مستخدمين اللي يحبون البيس بيحبونه خاصة اللي يحبون الرمبل القوي في السب بيس في بعض الأغاني حرفيا أحس باهتزازات الدرايفر في إذني وأيضا البيس هيد رح يتقبلونه سواء من ناحية الكمية أو من ناحية الجودة لكن الجودة تبقى مناسبة على سعر السماعة ما تعاني من البيس رول أوف نهائيا اللي هنتهاي البيس قبل وقته وهذا شيء ممتاز إلا بقول إنها من السماعات المميزة في امتداد البيس للترددات المنخفضة الأتاك في الميد بيس جيد وزنه معقول لكن لاحظت إن بعض المصادر تغير شيء في صوته تخلي كأن فيه نحف يعني روح تكنس منه في عملية سوايب إن قدرت أسمعي لتردد 12 هيرتز على المصدر اللي استخدمته والرقم هذا الصعب على يمكن 80% أو 90% من سماعات الـ IAM تقييمي للبيس بشكل عام 10 من 10 ننتقل للميدز الأصوات فيه طبيعية تسريب البيس عليه يحكمه المصدر اللي أنت مشغل السماعة عليه بعضها بيكون التسريب كبير وفي بعض الأحيان يوصل إلى أنه يغطي على بعض التفاصيل وعلى بعض المصادر الثانية اللي يكون كنترول البيس فيها قوي بيكون التسريب مقتصر مقتصر فقط على الدفع واللي يعطي وزن موسيقي للأصوات اللي متواجدة خاصة في اللور ميدز السبوريشن في السماعة بشكل عام ممتاز لكن توضح لقوته في منطقة الميدز خاصة فصل قنوات الاستيريو وعدم تسريب الأصوات بينها شي رهيب وشي هذا معروف أو له مصطلح له الكروستالك أشوف أن الميدز بشكل عام متوازن بشكل جيد جدا مع باقي مناطق الصوت جميع التفاصيل في الميدز راح تسمعها بكل سهولة ووضوع حتى لو كانت من ضمن التفاصيل الصغيرة الأبر ميدز فيه تقدم خفيف لكنه ما يخل بالتوازن العام للميدز وخالي من الاستجابة الإدائية ولا راح يسبب لك فتيك تقييم الميدز بشكل عام عشرة من عشرة التريبل الأصوات فيه طبيعية على المصدر اللي اخترته لكن كانت على بعض المصادر بعض الأصوات فيها نحف خالي من الحدة أو السطوع أو الهارشنس مع الملاحظة أن اللور تريبل فيه لمسة سطوع خفيفة جدا وغير مزعجة ترى هذا وانا إذني حساسها للتريبل بشكل عام السبلنس تقريبا غير موجود في كثير من المصادر اللي استخدمتها معها أو اللي جربتها عليها إلا لو كان المصدر صوته نفسه يميل للسطوع فرح تسمعها التهوية فيه متوازنة بشكل ممتاز التفاصيل والتفاصيل الصغيرة بارزة بشكل جميل جدا وغير مزعج النقطة السلبية الوحيدة في التريبل هي الرول أوف اللي يصير بعد تردد 16 ألف تقريبا يعني بعد هذا التردد ما رح تسمع أي صوت أو ارتداد للأصوات بعض الآلات في عملية سوايب إن قدر تسمع إلى تردد 16 ألف فقط وهالرقب ما هو سيء لكنه ما هو مميز فيه سماعات اقتصادية كدو صلت إلى 20 ألف بالراحة في العملية هذه فقط علشان هالشغلة رح نقص درجة من تقييمه ورح يكون 9 من 10 ننتقل لاحتياج السماعة للطاقة قلنا مقاومتها 28 أوم حساسيتها 122 دي بي على فولت مثلها مثل باقي سماعات الـ AIM ما تحتاج طاقة عالية لتشغيلها لكن أنصح باستخدام دنقل على أقل تقدير حتى لو كان اقتصادي وفيه نقطة وديها نبه عليها سماعات الـ AIM تقدر توصلها على جوال أو كمبيوتر دايريكت بدون مصدر تشغيل بس تأكد تماماً أنها ما رح تعطيك أفضل آداء للسماعة خاصة إذا كنت تسمع عليها ملفات هايرز ما رح تستفيد منها ننتقل للملاحظات جودة مواد التصنيع لا بأس فيها يعني كثير من السماعة اقتصادية تفوقت عليها في هذه النقطة يعني مواد التصنيع تكون أفضل من هذه كمثال موندروبتشو ما بروح بعيد من نفس الشركة السماعتهم اللي توقفت اللي تروث إير هولا كانت أفضل من مواد التصنيع الموجودة في هذه السماعة مريحة جداً وخفيفة بشكل ملحوظ وحجمها مناسب الغالبية المستخدمين بالنسبة للقياسات السماعة عندنا عرض النوزل مثل ما تشوفون وارتفاعه أو طوله وعرض السماعة وعمقها وزن السماعة الحبة الوحدة أو الجهة الوحدة ما أعتقد أني سبق وجربت سماعة اي ام أخف من هذه الكيابة اللي جاي معها شخصياً أعتبره واحد من أفضل الكياب اللي قد شفتها مع سماعها اقتصادية ولا أشوفهم فيها أي حاجة لتغييره في شغلة في تصميم السماعة غريبة شوي اللي هو مكان الكوننكتر الخاص بالسماعة جاي مجوف بشكل أكبر من المعتاد يعني خلنا نقول جاي عميق بشكل مختلف عن باقي السماعات ما هو أي كيابة رح يركب عليها لو كنت حاب بتغير الكيابة الرسمي وأنا ما أنصح تأكد أنك تاخذ شي يكون الكوننكتر حقه مشابه الكوننكتر حق الكيابة اللي أصلي حقها السماعة تتأثر بالمصادر بشكل ملحوظ صوتها رح يتغير بناء على توجه داك الصوتي اللي عندك أو الآم وحدها من صور تأثر السماعة بالمصادر أنا عندي قطعة اسمها بفر هذه قيمة الحبة وحدها منها تقريبا بـ 40 دولار أو بـ 35 عفوا 35 دولار القطعة هذه تركب تحت الأوب آم مثل ما تشوفون هنا هذا الأوب آم وهذه القطعة راكبة تحته القطعة هذه دائما أحاول أتجنب أني أجربها مع السماعات الاقتصادية بشكل خاص لأنها ترفع مستواها إلى فئة سعرية الثانية بدون لا أبالغ جربتها مع هالسماعة ولو سويت بلايند تيست وهذه القطعة راكبة وأنا قاعد أسمع بها السماعة مباشرة أبعطيها سعر من الميتين للثلاثمية دولار طبعا بشرط تركيب البفر لأنها قاعد ينقل مستوى الأداء فيها إلى نقطة ثانية أو إلى مستوى مختلف وترى هالقطعة أنا ما عرفت هالقريب يعني يمكن من شهر أو شهر ونص يمكن لأن للأسف ما أحد يتكلم عنها أنا بنفسي طحت عليها صدفة يعني واحد ذكرها في رد له على موقع هدفاي واشتريتها جربها وكانت النتيجة شيء مبهر صراحة وأنا ترى بس أن قلت لكم تجربتي مع ما اعتمدت على أي نتيجة عطاني إياها لأنها ما هو الكل بيقدر يستخدمها القطعة وأنا أنصح أي مستخدم يملك آمب قابل تغيير الأوب آمب لأنه يشتريها حالا لأنها راح تنقل تجربته إلى لفل ثاني السماعة متسامحة نوعا ما مع جودة التسجيل بتلاحظ الأخطاء اللي في التسجيل لكن ما راح تبرزها لك بشكل كبير بالنسبة لأنواع الموسيقى اللي سمعتها عليها أو جربتها كل شيء تقريبا يصلح معها إن بغيت لأنواع الصاخبة مثل الروك أو الأنواع الهادئة أو العربي كلها ممتازة جدا بالنسبة للحرق أو البرن إن 48 ساعة كافية جدا لها ما تحتاج أكثر من كذا تجربتي لها مع الألعاب وقبل التقييم أذكركم أنا ماني لاعب لكن بنيت تقييمي على الاحتياجات اللي وضحها لي بعض الشباب اللاعبين المحترفين أولا عندنا الساوند ستيج ممتاز من جميع النواحي على مقاييس سماعات الأيم خاصة في العمق استثنائي الإيميجينج اللي هو تحديد البعد والقرب كان فوق الممتاز تقدر تحدد كل المواقع بسهولة وأيضا دقة تحديد الاتجاهات كانت ممتازة التفاصيل والتفاصيل الصغيرة كلها قوية في نطاق الألعاب فقط بالنسبة للأصوات الخطوات واضحة وبارزة وتقدر تسمعها بكل سهولة البيس ما يغطي على التفاصيل ويعطي واقعية رهيبة للأصوات هذا على المصدر اللي أنا استخدمته بعض المصادر اللي اختبرتها كان صوت البيس يغطي على بعض التفاصيل خلاصة أعتقد أنها خيار ممتاز جدا للعبين طيب في هالفئة السعرية تكثر السماعات اللي بنفس التوقيع الصوت هذا رح أعطيكم سماعات مشابهة لها ويمكن أني أفضل هذه عليهم أول وحدة اللي هي تروث إيرهولا من اصدار نفس الشركة وبس أنها توقف تصنيعها طلعت لكم صورة قراءاتها ومقارنتها مع هالنسخة اللي هي مثل ما تشوفون السماعتين متقاربات عدا أنه الأولى اللي هي الهولى خل نقول كانت تميل أكثر للدارك وتهمل شوي الجانب التقني السماعة الثانية واللي هي تروث إيرهيكسة أيضا أعتقد أنها من السماعات الغنية عن التعريف مثل ما تشوفون بيس والميد تقريبا متطابقتين اختلاف بسيط والاختلاف بسيط في التربل وأقرب سماعة لها هي السفن هيرتز زيرو الفرق بين الثنتين إن هذه القيت أعلى في استجابة البيس من ناحية الكمية والكثافة وأخف شوي في سطوع التربل خاصة على منطقة الثري كي فأي شخص جرب الزيرو لصدار الأول الأوريجنال وما أعجبته هي بتكون الخيار الأمثل البديل لها أيضا فيه سماعة رابعة قريبة من هذه وأعتقد أنهم متقاربتين في الآداء أيضا وهي الزيرو رد الغنية عن التعريف التشابه بينهم صراحة خلنقول كبير مع تفوق الرد لكن الغريب من الشركة إنها هي اللي تصدر السماعتين وكيف حطين سماعتين متقاربة بالآداء بينما وحدها تقريبا أربعة وخمسة ضعاف سعرها هذا شي غريب أيضا بالنسبة للهكسة لا أنا فضل ترى الهكسة عليها لكن أقول أنها مقاربة لها وقبل لا أختم هل أنصح بشراءها السماعة أعتقد أنها بتكون وحدها من أسهل التوصيات اللي ممكن أقدمه إذا تحب الأهداء المتوازن بين الموسيقي والتقني وتحب التوقيع الصوتي هذا وعندك مصدر كويس حتى لو كان اقتصادي كمثال دونجو جي أم سفن بتكون وحدها من أنسب الخيارات لك وبهنا نكون وصلنا لنهاية هذه المراجعة تقبلوا خلص التحية أخوكم نايف